السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام ورحمة الله موضوعنا اليوم معلومات مهمة عن الهجرة الى كندا او ملاحظات مهمة حتى ما توقعون باي خطأ عند تقديم الطلاب عن طريق موقع canada.ca شرحنا في الفيديو السابق للتقديم للهجرة عن طريق المنظمة والمنظمة هي تساعدكم بالاجراءات موضوعنا اليوم اللي متمكن من اللغة ويقدر يقدم عن طريق الموقع الرسمي canada.ca اول ملاحظة حاول ان ترسل طلبك للهجرة كاملا ولا تترك اي سؤال من غير جواب وذا كان السؤال لا ينطبق عليك يعني ما موجه اليك اكتب حرفين ان خطماء اي ما معناه not applicable لا ينطبق لان اي ترك لاي سؤال او نقص جواب رح تخسر كثير من الوقت وترجع تعيد المعاملة من البداية يعني من ناحية المتابعة يعني بعد ما تصح الخطأ رح ترجع شون نقول احنا بالمعنى الصريح تلزم سرة من جديد حد ما يوصلك الدور حتى يشوفون معاملتك مرة ثانية فحاول انه معاملتك تكون كاملة عند وصولها للموظف المختص حتى يطيك الموافقة على الهجرة الملاحظة الثانية لا تنسى توقيع الطلب جدا مهم مو بس توقيع الطلب لا تنسى تاريخ توقيع الطلب لانه الموظف المختص يركز على هذه النقاط الرئيسية اللي ممكن انت تنساها او تقول غير مهمة او تقول بعدين مثلا اوقع بعد ما يقبلوني لا لازم يكون طلبك كامل وموقع ثالثا اوراق تقديم الطلب للهجرة الكندا متوفرة بالموقع الرسمي canada.ca حاول ان يكون عندك برنامج pdf حتى تقدر تملي الاجوبة على الاسئلة المطلوبة رابعا الطلب اونلاين ممكن يحتوي على validate button اللي معناه زر التحقق من الاجوبة تضغط على هذا الزر اذا موجود رح هي يعين لك الاجوبة اللي ما جاوبتها ويحددها باللون الاحمر الملاحظة الخامسة يجب ان تكون جميع اجاباتك واضحة ومفهومة لكي يتم الموافقة على طلبك ولا تحاول ارسال اي جواب مبهم او غير مفهوم لان هذا نفس الشيء رح يؤدي الى تأخير معاملتك هذه النقاط اللي اذكرها الان هذه اللي يركز عليها الموظف المختص عنده مراجعة طلبك للهجرة الملاحظة السادسة عنده ارسالك للوثائق عن طريق البريد ارسلها بواسطة بريد آمن شوف شنو البريد الآمن اللي موجود ببلدك هل هو دي اتشال او فاديكس شوف شنو البريد اللي موجود بكندا وموجود ببلدك ويكون آمن ومدفوع حتى تضمن انه غير وثائقك ما تخسرها الملاحظة السابعة لا ترسل اي وثائق غير مطلوبة لانها تضر بطلبك ارسل فقط الوثائق المطلوبة يعني فرضا انت مخلص جامعة طلبه من عندك شهادة الجامعة بعد ماكو داعي انه ترسل معها شهادة الاعدادية اذا لم يطلب منك ذلك اي وثائق زيادة لا تحطها بالمعاملة لانه هذه الضر بمعاملتك وتأخر طلبك لانه راح تشتد الموظف الملاحظة الثامنة اهم موضوع هو اثبات لغتك كندا تتحدث مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية كيف تثبت انت متمكن باللغة الانجليزية والفرنسية هل اجابتك فقط انه جيد بالقراءة ممتاز بالكتابة جيد بالاستماع جيد بالتحدث تفي بالغرض لا هذه ما تفي بالغرض الاثبات مثل ما عندك اثبات انه انت مخلص جامعة عندك شهادة جامعية لازم تكون عندك شهادة تثبت تفوقك او نجاحك باللغة الانجليزية راح تسأل كيف المطلوب من عندك يكون شهادة الاحد الاختبارات باللغة الانجليزية او امتحانات اللي هو السيلبر او الايلتز هذان الاختبارين اكو ناس تاخذين اثنيناتهم وكو ناس تختبرهم واحد من عندهم لانهم مطلوب بالنتيجة من راح تخوض هذا الاختبار او الامتحان راح يطوق درجات على القراءة والكتابة والتحدث والاستماع نفس هذه مطلوبة من عندك بالارقام في موقع canada.ca هذا هو الاثبات الرسمي للغتك الانجليزية بالنسبة للغة الفرنسية موجود برامج اخرى برنابج اخرين تي سي اف و تي اي اف نفس الشي تقدم للامتحان وتختبر بهم ولا تنسون اللي يقول عندي شهادة جامعية وما عندي لغة وما اقدر اخذ هذا الامتحان كندا طالب المخاجرين سنة 2021 2022 2023 اتكم ثلاث سنوات يعني ما اعتقد واحد بكم اذا يقدر يكثب نفسه في الدراسة معينة ثلاثة شهر او شهرين او ستة شهر ويختبر بيها وياخذ هذه النتيجة الامتحان مو صعبة عليكم يعني تقدرون تسووها وتقدرون تحصلون هذا الشي لانه هذا موضوع مصيري وهو هجرتك الى كندا نجي على الملاحظة اللي بعدها الملاحظة هذه تقول انه اذا عندك احد اقاربك اذ كندا رح تطيك هذا الشي يطيك نقاطة زيادة ويرجحك ان تنقبل بالهجرة الى كندا والشي الثاني اذا كنت محصل على عقد عمل هم هذا الشي يزيد من الموافقة على طلبك واذا ما عندك هذا الشي لا تفكر تابعني بالفيديو اللي بعده اشرح لكم امين رح تحصلون النقاط والشي اللي هتهاجرون الى كندا رح تقولوني كيف حقدر هاجر لا كندا بتريد منعتكم 67 نقطة من 100 رح تقول كيف احصل هذه النقاط هذه النقاط تحصلها عمرك عملك شهادتك التعليم لغتك الانجليزية ونجاحك باختبار اللغة الانجليزية كل هذن الشغلات هي اللي تأهلك وتطيك هذه النقاط واللي هي ممكن تطيك اكثر من 67 بالمية تابعوني بالفيديو اللاحق وان شاء الله اتمنى لكم موافقية لا تنسون عمل لايك سبسكرايب ودعم قناتي كي استمر بنشر كل ما هو مفيد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته